عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الضمام ويروي لنا المبتدى والخضر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين دخلت السنة الخامسة من الهجرة وفي شهر رجب منها وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد مزينة وهو أول وفد في الإسلام فإن القبائل ستفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة التسعة من الهجرة ذلك هو عام الوفود يعني بعد نحو من أربع سنين من الآن ووفد مزينة وفد في السنة الخامسة في رجب منها كما قلت لكم فإذلك يقال إنه هو أول وفد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومزينة قبيلة معروفة قبيلة عدنانية مضرية فهم مزينة بن أد بن طابخة بن الياسي بن مضر بن زار بن معدن عدنان ومن جملة من ورد في هذا الوفد الصحابي الكبير المشهور الذي يذكر اسمه في فتوح العراق النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه فوفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعهم صلى الله عليه وسلم على الإسلام وحصلت لهم كرامة من ربهم يومئذ روا أحمد والبيهقي عين نعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه قال قدبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع مئة من مزينة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما لن طعام نتزوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر زودهم فقال ما عندي إلا شيء من تمر وما أراه يغني عنهم شيئا هم أربع مئة هو قليل فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فزودهم فانطلق قال يقول النعمان بن مقرن فانطلق بنا إلى علية له غرفة فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق البكر الصغير من الإبل والأورق الذي لونه هو لون الورقة لون بيض يخالطه سواد فقال خذوا فأخذ القوم حاجتهم قال نعمان بن مقرن وكنت أنا في آخر القوم فالتفت وما أفقد موضع تمره وقد احتمل منه أربع مئة رجل وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كرامة لوفد مزينة لأن القليل زاد حتى أخذوا كفايتهم منه واستمر على زيادته كأنه لم تنقص منه تمره وفي شعبان من السنة نفسها السنة الخامسة من هجرة كانت غزوة بن المستلق وتسمى أيضا غزوة المريسيع تسمى غزوة المستلق نسبة إلى القوم الذين قتلوا فيها وهم بن المستلق بطن معروف من خزاعة وتسمى غزوة المريسيع نسبة إلى الموضع الذي كانت فيه وهو ماء المريسيع وهو أحد مياه هذه القبيلة التي هي بن المستلق وبن المستلق كانوا يسكنون قديدا وعسفان وما بينهما فقديد تبعد نحو مائة وعشرين كيلو مترا عن مكة وعسفان تبعد بنحو ثمانين كيلو مترا ففي هذه الرقعة الممتدة بين قديد وعسفان في هذه الأربعين كيلو مترا هذه هي أراضي بن المستلق وعامة خزاعة نقول إن بن المستلق بطن من خزاعة عامة خزاعة تسكن أيضا بين المدينة ومكة فيما بين مر الظهران التي تبعد عن مكة بنحو ثلاثين كيلو مترا والأبواء التي تبعد عن مكة بنحو مائتين واربعين كيلو مترا فهذه المسافة المتدة على أزياد من مائة كيلو متر بين مكة والمدينة بين الأبواء ومر الظهران هذه ديار خزاعة وما بين قديد وعسفان منها هي ديار بن المستلق منهم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المستلق جمع قومه لحربه صلى الله عليه وسلم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه يأتيه بخبر ذلك فأتهم ولقي الحارث بن أبي ضرار فوجده قد جمع الجموع فقال له من الرجل قال منكم بلغني هذا الجمع الذي تجمعون لهذا الرجل فأجئكم مع قومي حتى نكون يدا واحدة عليه فنستأصله فقال الحارث بن أبي ضرار فنحن على ذلك فعجل إلينا فقال بريدة رضي الله عنه فسأذهب وآتيكم بجمع كثير من قومه طبعا هو سيأتيهم بجمع كثير من قومه من المسلمين من المهاجرين وأنصار يقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بريدة رضي الله عنه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانتدبوا له وأسرعوا الخروج وكان مسيرهم في شعبان لليلتين مضتا منه سنة خمسين من هجرة وانتهى صلى الله عليه وسلم المريسية فأغار عليهم وهم غارون غافلون روى البخاري ومسلم في صحيحه ما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بين مستلق وهم غارون الغارون جمع غار وهو الغافل ومنه قولهم أخذ على غراء على غفلة قال أغار النبي صلى الله عليه وسلم على المستلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وكان في من أصيب من السباء يومئذ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رئيس بن المستلق التي سيصيبها فضل ربنا سبحانه اللطيف بعباده الذي سينقلها من السبي إلى أمومة المؤمنين روى أحمد وأبو داود بن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بن المستلق وقعت جويرية بنت الحارث بن المستلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه فكاتبت على نفسها المكاتبة أن يعقد العبد مع سيدها عقدا يتفقان فيه على مال يؤديه العبد لسيده منجما مفرقا أقصات فإذا أدى صار حرا قالت رضي الله عنه فوقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس وكانت امرأة حلوة ملاحة شديدة الملاحة تأخذها العين يعني تحب العين إدامة النظر إليها قالت عائشة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه قالت فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه في كتابتها تريد أن تستعين بالنبي صلى الله عليه في ذلك العقد الذي عقدته مع ثابت بن قيس بن شماس قالت عائشة فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها كرهتها لأنها خافت أن تصير درة من ضرائرها فتزاحمها في رسول الله صلى الله عليه قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لا يخفى عليك وقد كاتبت ثابت بن قيس بن شماس فجئت أستعين بك في كتابتي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل إلى ما هو خير من ذلك قالت وما هو يا رسول الله قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم قد فعلت قالت عائشة فتسامع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويريا فأرسلوا ما في أيديهم من نسبي فأعتقوهم وقالوا أسهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما رأينا مرأة كانت أعظم باركة على قومها منها اعتق في سببها مئة أهل بيت من بني المستلق كان خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة طائفة من المنافقين وإنما خرجوا معه لأن السفر كان قريبا فطمعوا في الغنيمة فكادوا يحدثون بين المسلمين حدثا لو لا أن ربنا سبحانه تدارك عباده بنبيه صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحيه مع أنجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا اجتمع معه ناس من المهاجرين فصاروا كثيرين وكان مع المهاجرين رجل لعاب لعاب فعال وزن مبالغه من لاعب أي مزاح فكسح هذا اللعاب المهاجري كسع أنصاريا الكسع أن يضرب دبره بيده أو برجله فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا تداعوا استغاثوا يعني الأنصاري يقول يا للأنصار والمهاجرين ويستغيثون بالقبائل ويستنصرون بهم على عادتهم في الجاهلية فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال ما بال دعوة الجاهلية التداعي بالقبائل ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة منتنة قبيحة كرهة فقالوا له والله رسول الله لكن كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم فلا بأس يعني ليس هذا يقود إلى هذا التداعي والقبائل وإلى هذه الجاهلية المنتنة فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالما فلينهاه فإنه له نصر وإن كان مظلوما فلينصره فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول عدو الله فقال فعلوها قد تداعوا علينا يعني نحن شركناه فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا قد تداعوا علينا أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل عدو الله يرى نفسه الأعز والنبي صلى الله عليه وسلم الأذل فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وروا بن إسحاق بسند مرسل لكن له شواهد يرتقي بها إلى الحسن لغيره أن عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول قال وقد فعلوها كاثرنا في بلادنا والله ما أعدنا وجلابي بقريش إلا كما قال أول سم من كلبك يأكلك عدو الله كيف يقول يقول ما أعدنا وجلابي بقريش الجلابي بجمع جلباب هو الثوء المعروف كان يلقب به المسلمون المهاجرون لأنه كانوا فقراء فكانوا يلبسون هذه الجلابيب هذه الأكسية الغليظة فكان المنافقون يلقبون المهاجرين بالجلابيب يلقبون الواحد منهم جلبابا ويرقبون جماعة جلابيب فهذا يقول عدو الله ما أعدنا وجلابي بقريش إلا كما قال أول سم من كلبك يأكلك والله لئن رجعنا المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى دار غير داركم وقد كان ابن سلول لما بلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون قال مقيل عنه شأنه في ذلك شأن كل منافق يشجع خاليا ويجبن في الملع رواء البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن أرقام رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة هو هذا السفر قال فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قال فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبين وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني فلمني أنصار قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي فقال لعمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك فأنزل ربنا سبحانه قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى قوله سبحانه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قال زيد رضي الله عنه فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي وقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد صدقك وروا ابن إسحاق والطبري والطبراني والبزار وغيرهم بأسانيد تكلم في جميعها ليس شيء يخلو منها من مقال إلا أنها باجتماعها يعضد بعضها بعضا وترتقي الحسن لغيره أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابن المنافق أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله يا رسول الله إنه قد بلغني أنك تريد أن تقتل عبد الله بن أبي بسبب مقالته فإن كنت فاعلا فمرني أحمل رأسه إليك فوالله لقد علمت الخزرج أنه لم يكن بها رجل أبر بأبيه مني وإني أخاف أن تأمر غيري فيقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الأرض فأقتله فأقتل رجلا مسلما برجل كافر فأهلك فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسية تقدم عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه حتى وقف لأبيه على باب المدينة فلما رأاه أنخ به بعيره ومنعه الدخول حتى يقر على نفسه بالذلة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعزة روى الترمذي أن عبد الله بن عبد الله قال لأبيه والله لا تنقلب حتى تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالعزة وتقر لنفسك بالذلة ففعل وفي غزوة المريسية هذه أيضا وقعت أيضا حدثة الإفك وهي من أعظم ما حاكه المنافقون من الفتن آذوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله وتناولوا السيدة الطاهرة بما لا يليق بعامة المؤمنات وأخبركم باقي الكلام فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين